اشتركوا في القناة الـ Group B Streptococcus أو Streptococcal Agalacti ونحكي فيه عن المايكوبكتيري هاي الـ Two Microbes بأثرا خلينا نحكي على Central Nervous System والPeripheral Nervous System مثلا المايكوبكتيري بتأثر على الPeripheral وـ Group B Strep بتأثر على Central Nervous System بس اثنينات المهمة ان احنا نكون عارفينها تمام يا جماعة فنبدأ بهاي المحاضرة نبدأ أول شيء Streptocococcal Agalacti أو Group B أول سؤال ممكن يجيك إنه Streptococcal Agalacti يحطها Group A لا هي Group B Group A اسمها Streptococcal Biogenes وهي أختها الثاني ميزات البكتيريا مهمة يعني ممكن كمان شوي جيب لك مثلا طفل عنده من انجايتس اللي هو أكثر إشي بتعمل Streptococcal Agalacti ويقول لك شو مواصفات البكتيريا اللي عملت عنده هاي المشكلة لازم نكون عارفين إنها Encapsulated Gram Positive تمام Facultative Anerob Beta Hemolytic يعني بتعمل Complete Hemolysis لما نزراها البلد أقار بتحلله كامل Pacitracine Resistance تمام Hydrolase Hyperate تكون positive هي لها أكثر من Serotype تعتمد على الكابسول تاعها أوكي بس Type 3 هو أكثر واحد بعمل New Natal Sipses ممكن تجيكوا هاي سؤال بالامتحان وإن موجودة Normally موجودة بأكثر مكان بس أكثر إشي مهم إن نحن نكون عارفين إنه في Women Vagina أوكي في الفاجاينة تاع الفيميل وهذا بيخلي إنه الطفل لما أنه ينزل During Delivery أوكي يزيد الرزق إنه يلقط هاي البكتيريا وإذا لقط هاي البكتيريا ممكن تعمل عنده التهاب سحاية وتعمل عنده من إنجونس هذا أهم إشي لازم يكون طالعين منه من الستريبتوكوكا الأقل أكتي في الها Virulence Factors العوامل بتخليها تقدر تشتغل شو هي أول شي Fibrinogen Binding Protein من اسمه Binding Protein بيدي يربط بيخليها تربط فوق بعضها بتعمل Colonization أوكي بتعمل Colonial بتعمل مستعمرات Pillai هاي البلai بيكون على سطحها بيخلانها تقدر تلزك وتعمل Invasion تدخل على Endothelial Cils هاي مميزة جدا مهمة بستريبتوكوكا الأقل أكتي أوكي عليها Polysacrite Capsule Polysacrite Capsule أي كابسول على أي بكتيريا بالدنيا Inhibit Vigocytosis بمنع أن نخلي الماكروبيج توكلها وبتعطيني إشي اسمه Camp Toxin هذا Camp Toxin أو Camp Factor بيخليها تزيد الهيموليسز تاع بكتيريا ثاني فهذا فحص إحنا بنسويه فهنفهمه بعدين شو قصته سأمش تتذكر إنه هي مبدأ شغلها إنه هي تلزك تمام فحتى تلزك بدها تعمل Good Colonization ويكون عندها باللعي خليها تقدر تعمل Invasion تدخل وتربط شو ممكن تعمل Clinically إذا واحدة Non-pregnant أو أي إنسان طبيعي male أو في male كانت Non-pregnant وممكن تعمل أكثر من شغلة تعمل Neumonia تعمل UTI امتهابات مسالك من Inchitis امتهاب سحية ممكن تعمل ممكن تعمل Infective Endocarditis بالعادي كل هاته هذا rare منها ممكن تعمل Syptic Shock بكتيريا تدخل على الدم وسلم رير عنده Hypotension ينزل ضغطه أوكي بيوجوة اللي هذا بنشوفه في الUnhealthy Patient اللي عندهم مشاكل مثلا على سبيل المثال عندهم DM عندهم HIV أكثر على كل الجسم لكن يا جماعة في الPregnant Woman مهم إنها هي ممكن تنتقل للطفل تمام أوكي فتعمل عندها مشاكل كيف ممكن تنتقل ممكن تنتقل Vertical Vertical تمام يا جماعة يعني إيش Ascending From Vagina to the Placenta تطلع البلacenta وتعبر من البلacenta أوكي إلى دم الفيتس وممكن تنتقل Intrapartum During في أثناء الولادة During Delivery فتنتقل للطفل وتعمل عنده مشاكل طيب في الأم الحامل شو ممكن تعمل قبل ما يولد الطفل تعمل Choreo Ammonitis تعمل Apportion تعمل إجهاض تعمل التهاب عندها بخملات Choreo يعني بنفس المشيمة خلينا نحكي تمام يا التهاب بنفس المشيمة يا الأم تجهض الطفل يا تنتقل البكتيريا للطفل تعمل Unital Sipsis أوكي وتعمل عنده Meningitis يعني البكتيريا تدخل على دم الطفل هذا يسمه Unital Unital يعني أطفال حديثي الولادي Sipsis يعني البكتيريا نازلة عندهم بالدم بيقولوا عنها Early or Late تنفها مسل شو قضيتها فأهم إشي نعرف هذا الإشي نتعمل Unital Sipsis كيف Early Sipsis أوكي Early Sipsis يعني خلال أول أسبوع أو بالأخص خلال أول 48 ساعة تمام الطفل شو هيجيني بشكي هيجيني بشكي من Respiratory Distress مش قادر يتنفس Apnea بنقطع نفسه Sinosis إزرقاء Lethargy تعبان Weakness مش قادر يرضى يعني دائما حديثي الولادي ما بشكي فأعراضه كلها تنفذي زي هيك ما بتعرف شو ماله أوكي ممكن هي شو تعمل هي البكتيريا تدخل تعمل من Ingenitis أو تعمل Neumonia أو تعمل Syptic Shock الثلاثة هذولة البكتيريا بتكون موجودة مثلا بالرئة موجودة بالسحاية الطبقات السحاية اللي عنا أوكي و بتكون مثلا موجود مكان معين سهلين هايش بهاي الحالة تدخل عدام فتعمل عندنا سيبسوس أوكي فهذا هو الاشي المهم فيها طبعا يا بتيجي بتنتقل الطفل في أثناء الولادي أو بتنتقل عن طريق البلاسينتا زي ما اتفقنا قبل طيب شو الأشياء اللي بيزيد الرزق إنه يصير عندهم سيبسوس إنه يكون الأم ما احنا قلنا هي 40% بتكون عند الومن 40% إنه الأم تكون positive بلستريبتوكوكل أجلاكتي فحنا شو بنواخذ دايما قبل الولادي ممكن نواخذ عينة إذا كنا شاكين أو خايفين نواخذ عينة من الفجانة نشوف البكتيريا موجودة ولا لا إذا كان الطفل بريماتشور يعني طفل غير ناضج مصبوط بالأحرى يعني إنه الطفل اللي الأم قاعد بتولده قبل فترة الولادة الأصلية بزيد الرزق هذا يعني خلينا نقول الكيس اللي حوالين الطفل أوكي فتح وطوله فاتح والطفل بعده ما نزل يخلي الطفل لما هذا الكيس دائما بيحم الطفل من الانفكشن الموجودة هنا في الفجانة هذا الكيس لو فتح صير نفس الفجانة سهل إنه تطلع منها البكتيريا وتدخل على الطفل وتعمل عنده انفكشن prolonged labor طولت عملية الولادة تبعت الطفل كان فيه سبب معين مثلا خلينا نقول حوض الأم كان فيه مشكلة أو أي إشي prolonged labor maternal أن الأم كان فيه عندها التهاب بالمشيمة وهو الطفل جوه بطنها يعني مش في أثناء الولادة هذول الفاكتورز بالعادي كولاتين أثناء الولادة تمام بس هذا لا إنه في أثناء الحمل نفسه بكتيريا انتقلت للطفل عن طريق المشيمة لأنه أريد المشيمة ملتهبة في التهاب أوكي أو الأم كان عليها عندها ارتفاع فكرات الدم البيضاء أو الفيبر هذول بزيدان الرزق هم إشي دايما بالنسائية ومشاكل النسائية إنه المشكلة إذا صارت بتزيد الرزق إنه تصير مرة ثانية إذا كان فيه بريزياس ديليفري with جروب بي ستريتوكوكال ديزيز يعني هي مخلف إليها ولد عنده نفس المشكلة هاي كانت عنده البكتيريا أو عاملة عنده سيبسيز أو عاملة عنده أي مشكلة بزيد الرزق إنه خلفتها الجاي يكون عندها نفس الإشي فهاي قاعد مثبت بالنسائية إنه اللي قبل بزيد الرزق للي بعد تمام فأهم إشي إنك أنت تكون فاهمة بالمنطق يعني نفس البكتيريا تكون موجودة تحد خلينا نقول من برين طولا لما نفتح ترونونج ديبر ولادتها طولت الطفل غير ناضج رساته بريماتشور فيه أمه جايبه مثلا أخوه اللي قبله الأكبر منه عنده نفس المشكلة كانت فبزيد الرزق للمشكلة نفسه ليت سيبسيز بتصير بعد أسبوع لثلاث شهور تقريبا وهي بتكون دكاتري سببناها الطفل كان داخل عندنا مثلا سبب معين ظل الطفل فترة طويلة بالخداج تمام فإنت مثلا إيجيت إيش دكاتريا نفسهم ببلاشو فينا قالوا له إياه من طفل لطفل ثاني تمام فعضع اياتروجيني بالعادي حسبيتال أكوير كلينيكالي شو بيجي الطفل بيريلانت مينجايتس يعني هانا سهل تكون في مينجايتس أكثر من القبل يعني البكتيريا واصل الدم هانا لا ممكن تكون بكتيريا شوية ملزقة موجودة بالدماء بيبيز ميها ميها في لونج تيرم الأطفال صيروا عرضة إيش بشكل عامي يعني للميونيتر سبسيز أو المينجايتس صيروا صيروا عندهم مشاكل على المدى البعيد أنه الطفل ممكن يصير أطرش ما بسمه وكلنا خربنا الأعصاب الموجودة والمسؤولة عنده عن السماء تمام ممكن الطفل developmental disabilities أو mental retardation أوكي يعني متخلف عقليا أو developmental disabilities مش قادر يتحرك في عنده عضو خربان فهم كيف طرف خربان هيك اللي بتصيب وثاني إشي أنه ممكن الطفل مثلا عسي بمثالي موت من مشاكل معين أنه التهاب بالرئة التهاب بالمفاصل اندوكارديتس التهاب بغشاء القلب استيوميلايتس التهاب عندنا بالعظم بالبون مارو بشكل عام هيك الطفل بموت أوكي جماعة فبتالي دازم تكونوا عارفين أهم إشي أنه long term complications تاعتها لذلك إحنا بنحاول نعالجها على البدري طفل قاعد بجيني ما برضع وكذا وكذا وأنا ما أخذ عيني من الفجانة تاعت أمه متأكد أنه ماشيك في هذا الإشي الطفل عليه حرارة أوكي وعنده أكثر من شغلين دايما تشخيص المشاكل تبع تحديثي الولادة ما فيش إشي أكد لك مية بالمية يقول لك هاي هيك أو هاي هيك ما فيش إشي خلني نقول مميز بين كل واحدة ووحدة الطفل نفس الشي دام بشكل ما برضع وعليه حرارة ما برضع وعليه حرارة بصيح ما برضع وعليه حرارة بصيح ما فيش أي شي تاني يشكلك منه ما بقول لك في عندي وجع بالبطن ما بقول لك في عندي وجع بالظهر فأنت ودك تدور أوكي أنت بتعمله بشكل عام full blood count تشوف كرية الدم البيضة تلاقيه مرتفع عنده liver function test ممكن تلاقيه خربان liver function تكونن إيش إنزيمات الكبد مرتفعة C-reactive protein هذولا inflammatory agent تلاقيه مرتفع لأنه في عنا inflammation chest x-ray أصوره اللي قا عنده نيومونيا مثلا blood stripper spinal fluid هذا اللي احنا بنعتمد عليه نأخذ stripper spinal fluid stripper spinal fluid لما نيجي نأخذها نأخذ خزعة عينة من السائل الدماغي بنطلع عليه شو بنلقى نلقى Neutrophils لأنه bacterial infection أكيد أخذناها بالcentral nervous system نيوتrophils polymorphine nuclear system تلقائنا أكثر من 10 اللي الجلوكوز تلاقيه قليل لأنه البكتيريا بتتغذع على الجلوكوز تحت 45 البروتين تلاقيه عالي البكتيريا بتفرض البروتين هاي كل هاتها بالsuggestive of bacteria meningitis وبتالي نفس الإشي ممكن تلقى البكتيريا قاد عندك جوه ما فهمتوا يا جماعة؟ ها مشي كلوكوز نازل بروتين مرتفع ونوع الانفلاماتري سيل هي Neutrophil مش lymphocyte أظلا هين بكتيريا المنينجايتس بتشك إنه ممكن تكون streptococcal أقل فيها فحص خاص فيها كان ما بنسوين احنا الطفل بكون يعني حارفين قاعد بضيع منها فمش فاضين للقصص هاي بس هاي تعرفوها ك أنا نقول basic بشكلها كل بساطة شو بيجو بعملو بحطوا streptococcal biogenes هذا الخط الطويل بزرعوها streptococcal biogenes معروفة streptococcal biogenes شو بتعمل beta hemolytic ما هي أختها اللي هي اسمها group A بتعمل beta hemolysis فهي عاملة beta hemolysis فهي شالت هذا الكول لا يعتمو أوكي وبجو ايش بحطوا بحطوا خط هنا من streptococcal أقلاكتي هنا مش هات خط هنا حط streptococcal أقلاكتي أوكي streptococcal biogenes أوكي لما تحط اثنين هيموليتك هاي هيموليتك وهاي هيموليتك تحطها مع بعض هاي الأيريا شو تتاكل منها ومنها صح ولا لا فإذا زاد الهيموليس تاعها تاع streptococcal biogenes هاي وهذا الإشي زاد تتأكد انه هاي ايش streptococcal أقلاكتي ليش ان streptococcal أقلاكتي بتعطي مادة اسمها camp هذا الcamp بيسهل تكسير كرية الدم الحمرة بيخلي الهيموليس تاع مين تاع streptococcal biogenes مرتاح أمور ممتازة أوكي فهي مهمة يا جماعة ان streptococcal biogenes بيخليها ايش تكون مرتاحة بشكل عام إلها هانا لا مفيش enhancement إلها مفيش enhancement فهو هيك الفحص أوكي الفحص بس انك تعرف انه وظيفة الكام ان streptococcal أقلاكتي بتعطيني كام فبتعمل enrichment للهيموليس فإذا جاكوا هذه الصورة وهانا كان في عنا enrichment للهيموليس وباشرة بتقول هاي streptococcal أقلاكتي مفيش هنا تقول مفيش enrichment فهي بس فقط لغير كانت streptococcal biogenes العين يعني العين فيها streptococcal biogenes والخط الطويل انت بتحط أي واحدة هيموليتك منها يستاف اوريس streptococcal biogenes اللي بدك إياها فاهمين المبدأ احنا بنحط واحدة بتعمل beta hemolysis وبنحط العين اللي عنا بنحط منها شحطين هان اذا صار في enrichment هان بتوقع انه اكيد هان في عمع streptococcal أقلاكتي قاعدة بتطل علي camp factor هان اذا ما صار في enrichment هان يعني كانت التكسير لكراية الدم الحمرة بس مفيش فيها streptococcal أقلاكتي اوكي streptococcal أقلاكتي بتعطيك هاي الصورة اذا كانت موجودة بالخط هاذا اللي انت حطيت فقط لاقيت ممكن نعمل لاتيكس اللاتيكس أقول لتني يش الحلو فيه شوي سريع بيين لي مثلا مباشر هو antibody بكون قاعد بستنى ايو على اللوح هذا اللي انت شايفه بكون antibodies قاعدات تمام قاعدات بستنى انت الانتجن انت بتجي بتضيف الانتجن اذا طلع معاك هذا الشكل مباشرة شو بتقول انه آه والله عمي هاي streptococcal أقلاكتي هي مادة بكل بساطة هاي بتعمل لها عند هالانزيم الاسم هيش يعني بيكسر هاي المادة فانت بتحط لها هاي المادة اوكي الاصفر للون البربل بنفسج اللي انت شايفه اذا كان معاك اللون مباشرة شو بتقول هاي هاي streptococcal أقلاكتي هذا هو كل المبدأ تأحض تمام كم نعالجها نعالجها انه اذا الام هي ريسك عندها لالstreptococcal أقلاكتي ريسك فاكتور قبل قلناه كانت طولت لما ربشرت الممبرين ربشرت ممبرين طولت ولادتها طولت كان الطفل بريماتشور تشك انه هذا ريسك عالي انه بكون عنده مستريب كالآقلاكتي هذو الاطفال لما يجوا مباشرة في اثناء الولادة تعطيها انتيبيتك اوكي بنعطيها مضادات حيوي في اثناء الولادة انترا بارتا معطيها ايا اي في الوريد اوكي وبنكمل الانتيبيتك على الطفل في السيمتوماتيك انت كالتشور نيجاتيب بنوقفها خلص اذا الطفل ما عليه اعراب بعد ما اجه وكالتشور نيجاتيب ما كان بوزيتيف لهذه البكتيرية امونا ذا بس اذا الطفل عليه اعراب او كالتشور بوزيتيف شو بنعطيه بنعطيه من اسبوعين الى ثلاث اسابيع اي بي انتيبيتك بعدين بنوقفها حسب تحسن الطفل اوكي شو بنعطي تمام ممكن تعطي بس انتوا عرفوا بشكل عام انه لازم نعطي الام في اتناع الولادة اذا الطفل ما عليه اعراض خلاص وقف الام اذا الطفل عليه اعراض بلش الطفل عن انتيبيتك نعطيها اياه برضو اي 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 بلش انه مشكلة بتخوف اي بتكون خلاص ستربتكوكا الاغلات ستربتكوكا الاغلات اعرف الوصف تاعها اعرف الحصوصات اذا جنك وسوال بايزيك هم اشي تعرف وشو بتسوي اوكي بتعمل عنا اكثر اي اي تلقاها بكتيريات روتين مرتفع بلوكوز نازل بليومورفك او بالضبط تلقاها الموجودات اوكي اكثر من عشرة بس مايكوبكتيريام اللي البكتيريات الثانية من اسمه مايكوبكتيريام خلنا مايكوبكتيريام توبركالوسوس هاي رح يكون الميزاتها زي زي مايكوبكتيريام توبركالوسوس مثل ايش Asset Fast Broad Chaved بس تسبغها بالزل نفس المايكوبكتيريام توبركالوسوس اخلناها بالعرأس تمام في Asset Fast نفس الإشي جو الخلايا تمام؟ وين بتعيش جو الماكروفيج بتتذكر ماكروبكتيري من تيبركيلوزوس كيف كان الجسم يقاومها عن طريق هاي نفس الإشي بتعمل جرانيولوماتس مشكلتها هنا كرونيك تقعد ما تطلع بتطول تمام يا جماعة مرض رير لكن مصايف إذا صار ليش؟ أنه هاي بكتيري بتحب الأطراف الباردة فهين دائما بتعمل مشاكلها؟ بتعمل مشاكلها بالأعصاب بتعمل مشاكلها بالسكن لأنه العصاب والسكن أماكن باردة وبالتستس تمام؟ بالخصيتين عند الماء فهذا أكثر مكان هي بتعمل فيه الليبروسي أو ماكروبكتيري بتعمل الليبروسي الاسمه هانسين ديزيز المهم نبلش كيف تنتقل؟ هي بكل بساطة بتنتقل إيربور عن طريق الجو وممكن تنتقل عن طريق إليتراب أو إنسكت فيكتورس يعني قرصة معين تمام؟ people who are no longer infectious after a little يعني أول شي الشخص هذا بكون معدي لما يتعرض إلها لكن إيش؟ خلال أسبوعين ببطل معدي بروحي وممكن it's not known to be either sexual transmitted or highly infectious بشكل عام لبروسي أكثر إشي همشي تعرف هنا إيربورن أوكي؟ 2x truth بتطلع من الإنسان كيف ممكن ينقل هالإنسان؟ عن طريق السكن أو عن طريق النيزة الميوكوزة يعني عطس تكلم كذا أو عن طريق السكن وكيف تدخل؟ تدخل عن طريق السكن أو تدخل عن طريق upper respirator tag زي ما قلنا إيربورن أو بالكونتاكت أوكي؟ الريزيرفور تاعها وين موجود أكثر شيء؟ موجود بالأرمدلو أنتم شايفينه هنا أوكي؟ موجود بالإنسان تمام يا جماعة؟ فهي أهم شيء موجود بالإنسان فالناس بنقولها لها بعض موجودة عندنا بالأرمدلو هذا المحترم اللي موجود فهذا الريزيرفور تاعها وين أكثر أماكن موجود؟ موجود بأفريقي أكثر وبتضرب الميل أكثر من الفيميل وبالعادة بنشوفها ممكن نشوفه بمرضى الـ HIV patient في الناس اللي عندهم ضعف في المناعة وزي ما قلنا موجود بأفريقيا ممكن تلاقيه كمان بدول آسيا تمام؟ فمهم يا جماعة أن نحن نكون عارفين بشكل عام شوي من الـ age اللي بتضرب؟ بتضرب أي age ما فيه أي مشكلة لماذا تضرب أي age؟ لأنه يا جماعة رح تشوفوا أنه الأعراض لما تيجع المريض تأخذ تقريبا 30 سنة حتى تظهر للمريض بعض الحالات تأخذ 30 وبعض الحالات أخذت 40 وفيه ناس لا بتأخذ سنتين وثلاثة بس مش مرض أنه يظهر بيومين وثلاثة لا أوكي بده سنين حتى يصير شو اللي بصير بتأخذ أنت البكتيريا زي ما قلنا يا بتدخل عن طريق الجلد يا بتدخل عن طريق الأنف يعني تتنفسها أول ما بلاقيها من جهاز المناعة الماكروفيج بتأخذها الماكروفيج التأخذها ما بتقدر عليها فشو بتنتقل؟ تنتقل بكتيريا على الدم لما تنتقل بكتيريا على الدم بتروح عن مكانه دهية وين بتحب أطراف باردة؟ وين؟ الجلد تستس ونيرفز والنيرفز وين بتروح بالضبط؟ بالشوان سيلز تقعد هناك لما تقعد هناك الجهاز المناعة يحاول يقاوم ما بقدر يقاوم مين تجي الماكروفيج نفس الإشي تحاول تبلعها توقلها مش قادر تكسرها إذا أكلتها وما قادرت تكسرها شو بصير اسمها؟ جرانيلومة ما بتعمل جرانيلومة بأي مكان بتدهية أوكي الإنكيوبيشن بيوت بتفرق بتبعد طلب قديش من سنتين إلى أربعين سنة بتعمل جرانيلومة أوكي جرانيلوماتس زي هزي المايكوباكتيريوم كيبركالوسوس لأنها بتدخل جوه ما بتقدر توكلها هي إنتراسيلولار زي ما اتفق بتدخل جوه ما بتقدر توكلها لابروسي is distinguished أنواع الليبروسي الليبروسي الآن المرض إلو نوعين وبفرق حسب وضعية جهاز المناعة لهذا الشخص أوكي فهي مهمة وكل واحد كيف شكله يعني احنا بنفرقه كيف كل واحد مثلا هاد بعمل كذا وهاد بعمل كذا شو اللي خله هاد يعمل كذا وهاد يعمل كذا رد جهاز المناعة أوكي يعني الريسبونس تاع جهاز المناعة تبعنا هو اللي بيخليها تفرق يا تعمل هيك تعمل أكثر أماكن بتحبها هي الاسكن والنيرب والتيستس لأن هنئة أكثر أماكن باردة هاي الماكوبكتيريا ملبري بتدخل عن ماكروفيج ماكروفيج حاول تعمل يهديك يرضيك يبتعيي ما بتقدر تندب شيء مش راضي فشو بتتفعل بهذه الحالة بيقول لك أنا مش قادر عليها تعال نفعل من عن طريق نطلع انترلوكين 12 انترلوكين تي هيلبر 2 دا تفعل عنا ايش الهيومور الريسبونس طلع انتيبودي تي هيلبر 1 لا دا تعمل عنا الجرانيولومة بتاعتنا منباشرة تي هيلبر بتبلش بهاي الحالة بعد ما تطلع تطلع عنا انترفيرون قاما تطلع عنا انترلوكين 2 اثنين اوكي وتقلب الأمور ايش جرانيولومة وسموه تيوبركالويت بهذا الحال المهم يعني الريسبونس تي سيلز تي سيلز هي الريسبونس اللي صار منها من خلايا تي تماعه عن طريق تي هيلبر 1 تي هيلبر 2 دايما في جهاز المناعة لما تتفعل شو بتطلع بطلع عن انتيبودي لما تطلع عن انتيبودي بيكون بروماتس بروماتس هنشوف كمان شوي كيف شكله ليش هو اسوأ من تيوبركالويت تيوبركالويت أقل ما فيها البكتيريا موجودة جوه جوه الماكروفيد والتي سيلز بتحاول انها تقاوم لكن الليبروماتس التي سيلز طلعت عندي بي سيلز عن طريق الانتيبودي بتطلع الانتيبودي هاي الانتيبودي بظل تصبح بالدم مش قادر تمسك البكتيريا في البكتيريا فلات على راسها بتخرب الدنيا خراب اوكي لان دايما الانتيبودي موجودة هنشوف بيصبحها بالدم بس يا رب البكتيريا بالتيشو موجود عندي بالعصاب موجود عندي بالسكن طب أنا هيك ما هستفيد من الانتيبودي كلين الانتيبودي بلفن بالدم دايما الليبروماتس بيكون مور ديستركتف بكسر أكثر اوكي المريض عنده مناعة مرتفة في جوا الدم بس ويش المصيبة مصيبة انه البكتيريا موجودة عندي بالاطراف موجودة عندي بالسكن موجودة عندي بالعصاب اوكي تعرفوا الانترلوكينز اللي خلنا نطلع انتيه البر 2 هذا بجهاز بالاميونولوجي يجب أن تكونوا عارفين 4, 5, 10, 13 هذول بفعلا انتيه البر 2 انتيه البر 1 انترلوكينز 2 وانترفيرونجان هذا البكتيريا كونتيند يعني موجودة جو الخلايا مفيش أي مشكلة أنا لا يا عمي البكتيريا موجودة جو الخلايا خلايا الأعصاب وكذا انت قاعد تطلع لها قاعد تطلع لها انتيبادي والانتيباديز موجودة بالدم بسبحها فالوضع سيء تيوبركالويد طلعك يا بيجيني مشكلة ممكن تكون شوي بسيطة هيك مشكلة على الجلد المريض يقل عنده الإحساس بهذه المنطقة يعطيك العافي لكن لبروماتس طلع المريض ديستراكتب كله بتكسر تكسير كل وجهه بتغير سموها ليوناين فيس هاي زي وجه الأسد تمام يا جماعة تيوبركالويد ده هو النوع اللي إيش The skin lesion typically develops in area of near damage هي بتروح على العصاب بتخرب العصاب وتخرب الجلد شو اللي بصير وكل بساطة البكتيريا نفسها بتأثر عنا العصاب عن طريق إن هي بتقلل عنا السنسيش بتخرب على السنسوري الاوتونوميك الموتور فممكن المريض يجين بألسر مثل انتوا شايفينها Direct invasion of bacillus into the vascular endothelium هي كي بتأثر يوم بشكل عامنا ممكن تأثر على وتأثر عنا على العصاب بس هام يشينا بتأثر على العصاب فالمريض بط يحس هتبلش تطلع له هاي المشكلة المشكلة على الجلد هاي الليجينز شو بتكون مرتفعة ريست يعني ما تحط إيدك عليها بتحسها مرتفعة عن الجلد الريثيماتس حمرة dry scale هايها مقشري شايفين القشرة الخفيفة منها تمام inner center with complete anesthesia المريض مش حاس تحط إيده عليها مريض مش قاعد بيحس فيها من مرض اوكي فهاي الألسر لما تحط إيدك ما بحس المريض تفكر ب mycobacterium libri مش بكرة تدخل بالمستشفى مريض سكري عنده ألسر تحت برجلة تحط إيدك عليها مش حاس فيها تقول هذا mycobacterium libri لا mycobacterium libri is very rare leprosy very very rare مقارنة بمين بالسكر السكري مشهور ومرض السكري مع مرور الوقت عصابهم تخرط اوكي خصوصها اللورلم تصير عندهم تقرحات تمام اسمها neuropathic ulcers برغو نفس المبدأ بس ايش يا جماعة لأن السكر كثير مشهور فهي البضعب العادي بتيجي بالأطراف السفلية فما بدي بكرة في المستشفى تقوله mycobacterium libri اوكي لا هاي DM بحكم أنه DM مشهور أكثر هاي الليجين زي ما قلنا كيف يكون شكلها the skin lesions are commonly found وين غير عن هيك بالسكري بتكون موجودة تمام يا جماعة تكون بالأجزلة بالإبط تكون بالبريميوم بالسكالب بالراس وين ما بدك تكون اوكي مش مشهورة زي السكرين هاي دايما بتكون برجلين تحت neuritis lead to patch of anesthesia لما يخرى بالعصب التهاب بالعصب بيعمل anesthesia المريض مش حاس اوكي tubercaloids the organism grow and cause thickening in nerve sheet these thickened nerve can be filled can be filtered through the skin a characteristic of leprosy اوكي نفس العصاب تتخن بيخرب عنا العصب فلما يخرب عنا العصب المريض ما بيحس او بيخرب عنا الموتور الموتور لما يخرب شو بصير في المريض مثل rest drop or photo drop العصب خرف فالعضلة مش قادر تشد حالة فرجله نازل هيك مرتخي او photo drop ايده مرتخي تمام there are a few bacteria in the lesions are called pocy bacillary pocy يعني بمعنى معنى ايش قليل انه البكتيريا قليل the patient amounts a strong cell mediated immune response and develops delayed hypersensitivity which can be shown by a skin test سامو lepromine test هنشوفه كمان شوي المريض بكل بساطة شو اللي بصير عنده بسبب انه الخلايا الشغالة بالتوبركولويد مين هي T-cells صح هاي التيسل ممكن انها ايش تكون موجودة توصل للجلد فهاي التيسل لما تكون موجودة بالجلد انت ممكن تعمل فحص عليها زي زي فحص التيوبركولويد شو تجي تسوي انت تجي بكل بساطة تحط مادة اللي برومين اللي هو الانتجن الموجود جوه اللي بروسي تحطه اوكي بالجلد لما تحطه بالجلد المريض ايش يصير فيه عنده يصير فيه عنده رد مناعي من خلايا T-cells الموجودة بالجلد هاي خلايا T-cells موجودة عندنا بالجلد وانت حطيت هاي المادة اللي برومين اللي هي الانتجن بتاع اللي بروسي فصير فيه عندنا ريسبونس هذا الريسبونس بكون ايش فيه احمرار واندوريشن تصلب اذا كان التصلب فوق قيمة معينة اوكي بنقول هذا مباشر والمريض عنده ريسبونس قوي فمعناها انه خلايا T-cells الموجودة بالجلد كثير اوكي فمعناها انه المريض عنده اللي بروسي لكن هل ممكن يصير تصلب بأي انسان اه طبيعي نصير بأي انسان طبيعي تحطها كلها تصير عندنا ريسبونس بس الريسبونس بتاعنا بكون قليل اقل من خمس لكن مثلا عندهم مثلا اذا كان اكثر من خمسة عشر بتصير تفكر انه هاي عمي ايش تي بي تمام نفس اللي شيهان فاحنا ممكن نصير عندنا ريسبونس بس اذا كان فوق رقم معين هنشوف كمان شوي شو يعني يوحي يوحي انه جهاز المناعة T-cells اللي ضد اللي بروسي كثير بالجلد فهذا دليل انه flat patch اي هاي البقعة مرتفعة اوكي بتكون scaley بتقشر ممكن حمرة وقلنا ايش مريض في عنده loss of sensation مش قادر يحس ولoss of hair ممكن يكون hairless تكون ولoss of sensation هذا هو كلها تبصير فيه شايفين كيف يا جماعة هايا هذا هو اللي بروسي hairless skin lesions raised lesions مرتفعة تحط ايدك عليها مش قادر انك انت تحسها مزبوط اوكي بنفس تحط ايدك عليها عفهم تلاقيها مرتفع بس المريض نفسي تحط ايدك عليها حاس مو حاس مش حاس بأصابك نجي عن نوع الثاني اللي هو ايش البروماتس البروماتس البكتيريا بتنمي جوة الماكروفاج لكن ايش تطلب ما بتوفي معها اوكي فهي شو بيسوي عدد البكتيريا اول شي كثير قبل هناك البكتيريا شو قلنا قليل مهم اننا نكون منذكرين البروماتس عدد البكتيريا يجيء كثير بالعادي عنا بالشوان سوزو بتأثر على المايلين شيط نفسه هناك المريض ايش كنا نجي يا مثلا تجي تقول لي على سبيل المثال انها تكون عندهم بقعة اوكي بالعادي او بليك مثلا هنا لا بيجينا بنوديول حبة او كي او ممكن يكون في عنا ديرمن فيتغير تفاصيل الوجه من الشكل اللي بيكون موجود فيه المريض البكتيريا زي ما قلنا ايش بتكون يا جماعة تكون كثير كميتها عالي فممكن تعمل تدخل تدخل على العظم تدخل على الأصابع تدخل وين مودة وتخرج هذا هو شايفين كيف بطلع عشكل حبات نوديول هاي الحبات نوديول هايها شايفين كيف مش بليك زي هذيك وبسيطة وبس بتقشر وما فيش إحساس هنا ما فيش إحساس والبكتيريا كميتها كبيرة فعملت عنا كل هاي المشاكل انتم شايفينها ممكن تنزل على العظام تعمل ديفورمتي طلع هذو ما فيش إحساس أوكي من ورا الديفورمتي اللي بتعملها خلي ممكن تدخل على العظام وتخر بالدني زي ما قلنا هانا شو الريسبونس تاعها هيومورال ريسبونس هيومورال يعني يعني هيافة بتخرب الدنيا خراب بالمكان اللي هي أثرت عليه WHO كيف قالت لك انه تحاول تعرف الكيسز انه مرض رير ومش كل الدكات رح يكونوا على السريع يلقطوه وباخذ سنين الانكيبايشن بيريد فشو دريه مريض شو دريه أصلا أوكي مريض بس يجي لك يشكي من شغله معين فانت لازم تكون عارف انك كيف تحاول أقل ما فيها تشك في هذا الموضوع أبقل لك إذا شخص عنده one or more of the following hypopigmented أو reddish skin lesion إذا في عنده ليجن والمريض ما قاعد بيحس فيها بدك تفكر بي mycobacterium leprosy involvement of peripheral nerves يعني المريض عنده ايش thickening with loss of sensation العصب صارت خين وبطل المريض يحس فيه أهم إشي فقدان الإحساس ومشكلة على الجلد تيجي تأخذ عينة skin smear عينة منها تلقى acid fast bacillin تتأكد إنه هذه mycobacterium leprin أوكي فهي هاي هي acid fast bacillin اللي إحنا بنلاقيها جوها فهذا هو التعريف تعالي WHO يعني إما مشكلة بالجلد تكون موجودة مع فقدان بالإحساس بالعصاب وبنفس الوقت إيش لما إنت تيجي تأخذ عينة تلقى نفس البكتيريا قاعدة جوه تمام يعني endemic area في الأماكن المصابة زي ما قلنا آسيا ممكن أفريقيا should be regarded as having leprosy إذا عندهم هاي القصص skin lesion consistent with leprosy and with إنه في عندهم نقص بالإحساس detection of mycobacterium leprosy تأكدنا وليقينا البكتيريا موجودة جوه الجلد لما أخذنا عينه أو نعمل الليبرومين positive test الليبرومين إنه إحنا نحط هاي الماد الانتجن تمام ويصير في response من الجلد نفسه لما حطيناها زي ما قلنا يصير في عندنا إحمرار في الجلد وإندuration تصلب والإندuration فوقي قيمة معين هذا الليبرومين test ما بكون positive إلا إيش بالليبروماتس تمام عفوا ما بكون positive إلا بال tubercaloid form الليبروماتس ما بكون في positive هذا الفحص تمام ما بكون positive بالليبروماتس بس بكون positive بالتيوبركلود احنا اتفقنا تيوبركلoid T-cells وهذا الفحص ما اعتمد على T-cells فالليبروماتس ما بكون في positive فهذا مهم الفرق بناته الليبرومين test تجي بتحط المادة إنت أوكي جو الجلد إنتراديرمي لازم أي تيوبر تيوبر سيلين تيست حتى تيوبر كلوسوس أو الليبرومين تيست لازم تحط ها جو الجلد يعني الإبري بتكون ممييلها كثير كثير جو الجلد مش صبكوتينيس تحطه ولا إنترامسكولر ولا بأي مكان إنتراديرمي وبتراقب تمام بالوضع الطبيعي أي إنسان سهل يصير عنده سهل يصير عنده دايما response لأنه تيسس بتوجد بالجلد بتيجي بتكون فيه مشكلة غريبة أوكي ولكن حسب قيمة التصلب إذا كانت قيمة التصلب أكثر من 10 أوكي خلال 48 ساعة أو أكثر من 5 or more بعد 21 يوم بهاي الحالة بتعتبره positive تمام يا جماعة فأكثر من 10 أي في التي بي كان الإنسان الطبيعي يعتمد نعتمد عليه أكثر من 15 أنا أكثر من 10 كالتي بي كنا flexible مرات نقول أكثر من 10 نعتبره positive أوكي مثلا في ناس معينين في ناس اللي دقيقية أقل من 5 لسه كمان ما تقتنع بالنتيجة لنكون عنده ضعف في جهاز المناع تمام نفس الاشي فهيانا بتفرق سامي شي يا جماعة مش أنا لو دي أجيب سؤال بالامتحة ممكن بدل أغير بس كلمة Induration أحط إرذيمة إحمرار وضع الطبيعي يا جماعة شو لما دائما أنت تجي تحط الإبري عندهم شو بصير عندهم منطقة حمراء ومنطقة اليابسي الموجودة جوه النص المنطقة القاسي القاسي أوكي اللي أنت لازم تجيسها أنت بتجيس المنطقة القاسية مش بتجيس الإحمرار إذا قست الإحمرار هيطلع معاك فوق العشرة بالتأكيد صح ولا تقول هذا مصيبة خلط فبنجيس الإندuration تمام اللي هو التصلب وليس الإحمرار فهذا مهم نجيس الإندuration مش الإرذيمة بتجيكو سؤال بالامتحة بجيكو سؤال مهم إنه هي بتكون نيجاتيب بليبروماتس إنه مبدأ الفحص سمعتمد على تيسل والليبروماتس أصلا إيش هيومورا مش تيسل ميدياتي أوكي تريتمنتاعتهم هذول الناس تريتمنتاعتهم تبعد لسنين ظلك المشيوم لسنين عادي خمس سنين عشر سنين ممكن تبلش معهم تريتمنت نعطيهم دواء اسمه دابسون أوكي هذا أكثر دواء احنا بنعطيهم إياه دابسون نفس الناس اللي بأخوه جماعة ممكن نعطيهم لحساسية القمح سيليك ديزيز بسيليك ديزيز مشكلة بسيطة بتنحل بطل يوقي القمح وكذا ومروح سيط طبيعي بس ممكن تعطيهم الدابسون إذا كان عندهم مشاكل بسيطة على الجلد بس ما بتطور فترة بسيطة وخلص شهر شهرين أوكي أنا لا هذا تقعدوا سنين خمس سنين عشر سنين أوكي وفيه أنواع بتكون رزيستنس عندها رزيستنس للدابسون فمنطر نعطيهم ريفان بسي تحفظون الأنتي بايتكس ممكن نجنكو بالامتح ده رزيستنس للدابسون نعطي ريفان بسي أوكي هانا نفس الإشي كيس عشرين سنة عنده هايبو بقعة هاي البقعة يجمع إيش ما فيش فيها إحساس مزبوط تمام وعملت اكسنشن خلال سنتين there is no other nerve involvement كلينيكال انت شخصتو مباشرة بلش treatment أوكي ومش بس six months جماعة ممكن نطول أكثر ممكن نقعد سنين سنتين ثلاثة حسب كيف المريض قاعد بيستجيب معي لهاي المشكلة كيف تكون انتهت هاي المحاضرة تمنى انكو تكون فهمتوها الله يعطيكو الفعال اشتركوا في القناة